دابت وزارة العمل عبر سياستها الناجعة نحو انفاذ العديد من المشاريع الهمة التي تتوأم مع قائمة الأولويات الهمة المنسجمة مع خط السير العملي للعمل البحريني ومضات متعددة طلت ببريق إنجازات على عام 2015 حاكت الرغبات الانتاجية للعناصر الشابة في المجتمع التي أفضت ولازالت تفضي إلى ديمومة النشاط في جازة العملية التنموية في خانة المنجزات تكمن الرواية رواية تتفنن بسردها وزارة العمل التي تسخر حيثياتها وتفاصيلها بالعديد من الوقفات المتهللة التي أطلت على العام 2015 بمفاتيح ومضاتها المتنوعة ما يمكن الأسهاب في ذكره من إمضاءات لمشاريع وزارة العمل ممن استدلت مسلك الواقع في تطبيقها من المؤكد أن تأخذ وقتا وقد لا تتسع لها أطر التقرير لذا توجب الإيجاز في ذكر الإنجاز تهي إلى توظيف 10 ألاف بحريني ويستهدف أربعة ألاف جامعي وأربعة ألاف ثانوية وادون وألفين دبلومة وصول إلى هذه النتائج الطيبة التي ساعدت على خفض معدلات البطالة من 15% إلى 4% وهي تعتبر المعدلات الآمنة والمستقرة على سب التعريفات الدولية تابعنا كذلك مشروع تحسين الأجور الذي يستهدف الأجور الضعيفة بحيث أنها تدعم من قبل الوزارة ومن أصحاب الأعمال جزئية التأميل تضي مشروع رائد في إشادة على مستوى الدول العربية والأجنبية بهذا المشروع الذي نعتبر نحن تكافي الاجتماعي إداع مستمر في حساب المشاريع التي نفذتها الوزارة ووتيرة من العمل تأخذ بالتسارع تدريجيا مع ما تقتضيه المرحلة القادمة من سياسات عمل استراتيجية تتوائم وقائمة الأولويات الهامة الماثلة أمام سوق العمل التوظيف حوالي هاي العام عشرين ألف بحريني دمجهم في سوق العمل لتحريك عجلة الاقتصاد وضخ دماء جديدة بحرينية في سوق العمل عندنا مشروع التوظيف الجزئي طبعا هي حل مشكلة الإناث في ساعات العمل الطويلة ويسرع من وطيرة دمجهم في سوق العمل وأيضا عندنا مشروع البحرين النوعية إشراقات راقت لها الكلمات في وصف محاسنها فهي من أودت بحياة المعضلات لتوجد سلسلة من النجاحات الباهرة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بخط السير العملي للفرد البحريني سجل حافل أمضت نحو تنميقه وزارة العمل التي لم تفتأ يوما في الاستدلال على جمال السياسات النافذة التي مورس تطبيقها لتأتي بعظيم المكاسب التي صدرت نفسها من خلال رحابة الشرفات المطلة على شواطئ بحر الأمان المعيشي لكل من أراد أن يكون حرفا ناصعا في كتاب العملية التنموية لتلفزيون البحرين محمد رشدات